للتحرير الوطنية سيد وليد بن جرون سيد وليد أهلا بك على قناة فرانس 24 إذن الصور التي وصلتنا تظهر خروجا مكثفا للمتظاهرين في عدة مدن جزائرية كيف تقرؤون أنتم في أحزاب المولى للرئيس وفي جبهة التحرير الوطنية معاني هذه المظاهرات؟ ولن تحية لك ولمشاهدي قناة فرانس 24 ثانيا أعود إلى ما جاء في تقريركم الصحفي لقناتكم المحترمة أريد التوضيح أكثر الجزائر كما تعلمون أخي الكريم الجزائر بلد ديمقراطي تحتوي على جميع الأطياف السياسية من اليمين إلى اليسار إلى اللايكيين إلى الليبراليين إلى المحافظين إلى جميع الأطياف السياسية وهذه المظاهرات وسلميتها وتعامل الشرطة الجزائرية وأجهزة الأمن بطريقة احترافية تؤكد أن الجزائر بلد ديمقراطي بلد ديمقراطي جاء لي اعتبار واحد وأكيد هو الإصلاحات العميقة التي قام بها السيد رئيس الجمهورية طيلة فترة ترأسه للبلاد الجزائر كما تعلمون فيها من هو مع السيد فخام دريس الجمهورية مثل الأسرة الثورية المجيدة مثل المنظمات العريقة تجمع الوطني الديمقراطي حزب جبهة التحرير الوطني لحركة أمل الجزائر الحركة الشعبية الجزائرية الاتحاد الوطني الشبيب الجزائرية اتحاد النساء الجزائريات عشرات المنظمات وتفوق أكثر من ألف منظمة وطنية كبرى ناشدت وطالبت كما شاهدتم أنتم وباقي القنوات مطالبتها طيلة السنتين السابقتين بضرورة أن يترشح السيد رئيس الجمهورية وفيها يعني الأكس فيها يعني بعض الجزائريين يعني لهم كامل الحرية في التعبير هؤلاء إخواننا يجمعنا الوطن قبل أن تجمعنا أي شيء آخر يجمعنا الوطن مصلحته واستقراره ولقد رأينا في كبرى الديمقراطيات في الولايات الأمريكية المتحدة أيضا خرج في الولايات الأمريكية المتحدة مئات الآلاف من المتظاهرين ضد الرئيس دولاند ترامب هذا الشيء يدل على الديمقراطية خرج في فرنسا كذلك مئات الآلاف من محتجين السطرات الصفراء لكن ما يخشى بعض الديمقراطي لا يوجد لا أوف ولا دولة ديكتاتورية هذا بداية انفجار ربما للتراكمات ليس فقط بشأن ترشح الرئيس لكن هناك ربما تراكمات شعبية واجتماعية في الجزائر لا أبدا لا أعتقد لأن السيد رئيس الجمهورية له من الإنجازات يعني ما يحفظ له ماء وجهه في العالم كله وليس فقط هنا نتحدث عن خمسة مليون سكن وزعات على الطبقات الاجتماعية الهشة لمواطنين الكرام نتحدث على إنجاز عدد ضخم من الجامعات ومن مراكز تكوين المهني والمدارس نتحدث على إنجاز أكبر شبك الطرقات في العالم العربي والإسلامي نتحدث كذلك على بناء أقوى جيش عربي وإفريقي نتحدث كذلك على إنجاز أكثر مشاريع ضخمة للسدود وتوفير المياه نتحدث كذلك على تحسن الوضع الاجتماعي الجزائريين وهذا لا يمكن أن ننكر وجود بعض عمليات الفساد التي ينزأج منها المواطن الجزائري وهذا خدمة لمصلحة بلده هل من اجتماعات ربما وعلمتم باجتماعات لكبار المسؤولين في الجزائر لاتخاذ ربما قرارات بشأن التعامل مع هذه المظاهرات إذا استمرت لا يا أخي هؤلاء الجزائريون إخواننا ونحن في بلد ديمقراطي وأكد دائما نحن من أكبر الديمقراطيات في العالم العربي والإسلامي وفي منطقة الشرق الأوسط ككل الجزائر لا يوجد فيها سجن الصحفي كما يحدث في بعض الدول الكبرى لا يوجد فيها اغتيالات سياسية الجزائر بلد ديمقراطي وهذه الديمقراطية وحرية التعبير وحقوق الإنسان قد كرسها السيد الرئيس الجمهورية هل تتوقعون اتخاذ سابقة بإصلاحات دستورية نعم أخي الكريم أوضح لك نقطة هامة جدا جزائر بلد ديمقراطي والسندوق الانتخابات هو أكبر كافل لضمان الديمقراطية في الجزائر من هو ضد أو معه ما عليه سوى التوجه إلى صندوق الانتخابات يوم الانتخابات ولا يمكن ولا يوجد أي مبرر لأي كان أن يتم التكسير وتخريب منشآت الشعب هذه منشآت الشعب وهذه دولة الشعب أنا أقول لك نقطة أخيرة لو سمحت لي الشعب الجزائري ثقة تامة في دولته وفي رئيسه لأربعة أسباب لو تسمح لي قناتكم الكريمة أؤددوها بسرعة السبب الأول هو عدم تفريط الجزائر في حرية واستقلالية أراضيها وعدم نعم ثلاثين ثانية عدم سماح للدولة الجزائرية بإقامة أي قواعد أسكرية أجنبية في الجزائر وهذا يعني شيء استثنائي عدم اعتراف الجزائر بالكيان الصهيوني هذا ثانيا عدم التفريط في القضية الفلسطينية هذا ثالثا تطهير الجيش الوطني الشعبي وكبرى مؤسسات الدولة من كل ما يسمى بالطابور الخامس المدعوم خارجيا هذه الدولة كيف لا نثق فيها هذه دولة الشعب دولة المؤسسات هذه دولة الحرية والديمقراطية ولنحتكم إلى الصندوق بكل مودة وبكل أخوة فما يجمعنا أكثر مما يفرقنا ونحن جزائريون إخوة من كل التيارات والجزائر هي أمنا ولهذا نحن محافظون عليها الكياد في جبهة التحرير الوطنية كنت معنا إذن من الجزائر العاصمة نبقى دائما في هذا الموضوع معنا الآن في الستوديو السيد كريم طابو المنصق الوطني للاتحاد الديمقراطية الاجتماعية الجزائرية المعارض السيد كريم أهلا بك على قناة فخونز من كات إذن ربما سمعت جزءا مما قاله سيد بن جرون يقول إن الجزائر دولة ديمقراطية وسمحت ربما لمتظاهرنا اليوم بالتعبير عن أرائهم أولا أكيد أن ما حدث اليوم في الجزائر وفي معظم الدول الجزائرية رفع سيطار على شيء كان مصطور عليه لمدة سنوات كان يقال أن هذه السلطات تتحكم في الشارع تتحكم في الإعلام تتحكم في كل شيء حتى مسؤول أول وزير أول قال بأن الشعب الجزائري فرح بطرشح بوتفليقة اليوم رفع السيطار عن واقع حقيقي ما سمعته من ممثل السلطة من ممثل حزب السلطة يبين على أن الشعب والسلطة هي على توقيت سياسي مختلف هناك ديكالاج أورير هناك اختلاف التوقيت السياسي اليوم الشارع انتفض اليوم الشبيب الجزائري تتمع في حقوق في حريات في تغيير كيف يعقل أن هذه الدولة التي سماها بالدولة ديمقراطية ولها كل شيء ترشح إنسان غير موجود لا يسمع صوته غير موجود لا يمارس حتى الوظيفة الأساسية وهي وظيفة الرئاسة إذن كل هذه الأمور ونحن على علم أن هذا الحراك الشباني الشباب الجزائري حاول لعدة مرات برهانة على مطالبه على غضبه على مطالبه في الملاعب في كرة القادم ولكن لم يسمع حتى أصبح الشعب الجزائري الشباب الجزائري يرمي بنفسه في البحار حتى أصبحت نسبة البطلة اليوم شباب الجزائري متذمر لكن هل ما شاهدنا سيد كريم اليوم هل يعكس ربما أغلبية لدى الشعب الجزائري ربما في الجانب الآخر يقولون من خرج اليوم ربما أقلية حتى ولو كانت أقلية منذ تسعة وتسعين ولم تعطى الفرصة للجزائريين بتنظيم مسيرات الكل يعلم بأن الشارع ممنوع الحريات ممنوعة ولم تتدخل قوة الأمن اليوم لأول مرة وهذه الشباب أعطت درسا لهذه السلطة كانت السلطة تستعمل بعض الوسائل كانت تروج كانت تخوف الشعب الجزائري بالرجوع إلى المأسات الوطنية التي عاشها كانت تستعمل كل أساليب التفرقى والتخويف والتخوين كان عندما تتأجل أوضاع في منطقة معينة في منطقة القبائل يقال على هذه المظاهرات لكن هذه المظاهرات لم تكن منظمة ربما سياسيا كانت عفوية أين هي المعارضة من هذه المظاهرات ولكن الدليل على موجود مجتمع يطلب بالتغيير يرفض بأن يرشح إنسان غير موجود الشعب الجزائري اليوم خاصة الشباب في أشوبانية على عين بأن وراء هذا الوهم هذا الصورة للرئيسة الأحزاب السياسية ما دورها في هذا الحراك وفي هذه المظاهرات؟ هذا النضج هذا النضج سياسي الأحزاب السياسية قد تنزل إلى الشارع لأن الاحتجاج يكون يتصاعد بإذن الله لأن الشعب الجزائري فضل كل شيء حاول أن يصبر صبرا وستعمل كل أساليب ولكن في آخر المطاف اليوم الشعب الجزائري يطلب بالتغيير لا يعقل بأن هذه البلاد بحجم قارة بالشعب نسبة الشباب فيها 70% أن يرشح إنسان غير موجود مريض لا يتمتع بأهلية قانونية لا يتمتع بأهلية اليوم العالم برمته والجزائر خاصة تتطلب إلى حيوية جسدية حيوية فكرية حيوية عقلية وهذا الشباب هو حامل لكل هذه الحيوية سيد كريم هل في المعارضة تعاولون على هذا الحراك في الشارع أم صندوق الاقتراع؟ أي عندما يقول ممثل ربما عزاب الموالات وممثل حزب جبهة التحرير الوطنية موعدنا في الصناديق هل تعاولون على الصناديق أم عن المظاهرات؟ ولكن لا معنى للصناديق في الجزائر كيف تنظم انتخابات لمدة سنوات؟ وهذه الانتخابات لن تتعاولون على المظاهرات لم تؤدي إلى تداول على السلطة القاعدة الرئيسية الانتخابات لكي تسمى انتخابات كان من المفروض أنها ترتكز على قاعدتين القاعدة الأولى هي ممارسة الحريات لا وجود انتخابات في دولة لا تمارس الحريات ثم القاعدة الثانية هي التساوي للمرشحين والمنافسين أمام القانون الكل يعلم بأن لا وجود لعدالة مستقلة العدالة تخضع لأوامر الهيئة التنفيذية الانتخابات مزورة كل الآليات لتنظيم انتخابات في الجزائر يتحكم فيها مجموعة معينة المقربة للرئيس وصلت فيك فقط لاحترام ربما نفس وقت ما أعطيناه لممثل جبهة التحرير الوطني شكرا لك سيد كريم طابو المنصق الوطني للاتحاد الديمقراطي الاشمعي الجزائري